اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلينا اتفق على حاجة مبدئيا انا من وقت نظري شايف ان من 6-2022 لغاية 6-2023 وقت اقامة كاس الامم الافريقية لو اقامت في معادها يعني في كوتفوري انا شايف السنة دي مع كابتن ايهاب جلال لازم تتقسم لتلات مراحل اول مرحلة فيهم هي ضمان الصعود لكاس الامم الافريقية 2023 دي اول مرحلة دي بالنسبة 80% هتتحسن من اول مباراتين لو قدر ربنا ان شاء الله اللي احنا قدرنا نفوز على اثيوبيا يبا احنا بالنسبة 80% احنا متأهلين لان اول وثاني المجموعة بيتأهل دي المرحلة الاولى المرحلة الاولى دي مطلوب فيها زي ما حصل بالزبط ان مايبقاش فيه تغييرات كتير على مستوى التشكيل الاساسي ان مايبقاش فيه مخطرة في خطة اللعب او في الافراد اللي بتنفس خطة اللعب دي خصوصا كمان مع وجود اصابات وغيابات في المنطقة اول مرحلة عدناها في مرحلة التجارب بحساب المراكز او الافراد فيه ممكن قصور شوية فيها او فيه مستوى متوسط فيها ان يبتدي يتجرب عناصر تانية في نفس المراكز دي بحيث ان احنا نشوف الاداء معاها ممكن يختلف ولا لان انا بالنسبة كبيرة جدا الموضوع لدعوة بالقدرات الفنية اكتر ما منها خطة لعب لان احنا جربنا اربعة اتنين تاتة واحد وقت كوبر او كابتن حسام البادري جربنا اربعة تلاتة تلاتة وقت كيروش دلوقتي بنجرب اربعة تلاتة تلاتة والاداء ما بيتحسنش خصوصا عن جانب الهجوم اخر مرحلة هي مرحلة جمع او تثبيت التشكيل وفي نفس الوقت ان احنا بنبص على تصصيات كاس العالم اللي جاية في التصنيف بتاعنا لازم يبقى فيه خطة مدروسة لمباريات ودية على مستوى اعلى شوية يكون فيها تثبيت للتشكيل ده اللي يكمل ان شاء الله معنا لتصصيات كاس العالم فبالتالي انا شايف ان دي تلات خطوات او تلات مراحل في السنة القادمة فاول مرحلة انا مش حاسس ان اهبقى فيه تغيير في المباراة القادمة ان شاء الله جمال كابتن عابد جلال من اول عشر دقائق في مباراة غينية بدأت الناس تنتقد تقلل كوميكس كل حاجة وكأنه مفوض يعمل كده فالاداء يتحول والنتاج تتحول والاداء يبقى جميل ونجيب اربعة اخمس اهداف في اول عشر دقائق الناس ستتعامل ازاي مع كابتن عابد جلال وكابتن عابد جلال بمحتاج ازاي يتعامل مع الفترة اللي جاية طيب ناخد الناس الاول احنا الجمهورة عندنا بعد انتشار السوشيال ميديا الامور بلد صعبة جدا لما تيجي تبص للتجربة كابتن عابد جلال بغض النظر ان ده المعسكر الاول وغض النظر ان ده المباراة الاولى كابتن عابد جلال درب المجموعة دي بعد ما اتجمعت من 72 لـ 96 ساعة حسب وقت التجمع طيب اتكلم على ثلاث تمرينات لاربع معظم اللاعب 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 فمستحيل ان انا اقيم تجربة حتى لو كنت نزلت قدمت اداء عظيم جدا وفزت بنتيجة كبيرة مستحيل كنت اددله الكرار اي اي ما نفعلش لو كان عمل اداء رائع نقول كده خلاص الكابتن عابد جلال هو المدرب العظيم اللاعظم واحد هيجي في تاريخ ماضي لان انا بتتكلم على ثلاث اربعة ايام تدريب مستحيل ايا كان من اسم المدرب كابتن عابد جلال او غيره في الفترة دي ده رقم واحد رقم اتنين اممكن اختلف معه شوية في قصة هو يشتغل ازاي اممكن انا اسألته السؤال ده بعد الماضيش على طول ورده شوية هيوديك هو يشتغل ازاي هو بدء في التدريب في حاجة اسمها فان التكنيك او سلوء الامعة هو بدء من الواسع ايه الواسع انه هو واخد نفس اللي عمله كيروش بنفس المجموعة بنفس العناصر في الوقت اللي هو مش يقدر يقدم فيه اي حاجة جديدة هو الراجل نفسه بيقول الكلام ده وده شيء من الواقعية انه انا ما عنديش وقت اقدم جديد في المباراتين الاوليني اللي هو المعسكر الاوليني ما عنديش وقت انا محتاج اكسب ده هيسبتني اكتر ده هيقلل الضغوط علي ويخليني اشتغل تيجي تتفرج على التشكيل بتاع المباراتين الاولى هتلاقي العناصر اللي موجودة هي نفس العناصر اللي كان بيعتمد عليها كيروش وده اللي وصل الناس للنقطة اللي تلتها في الاول ايه الجديد قدمنا ايه عندنا مشاكل هجومية هو الراجل ده بيقول انا كرتي كذا انا كرتي كذا وما قدمهاش صح وده مش هيحصل راجل سألته قلت له انه انت عندك في بعض اللاعبين بيعانوا من ارهاق شديد جدا خاصة عناصر النادي الاهل بنتكلم على ياسر عمر السلية حمد فتح وده كان واضح جدا المتأثرين في المرعب مجي نتكلم تكنيك البقاء نتكلم على شوية حالات هربط لك هو ليه احنا تأثرنا دفاعا وهجوما وكان عندنا مشاكل كتير جدا ده واحدة من الاسمال تمتين نبدأ الحالات يلا بي يلا بي احنا كان عندنا نقطتين مهمين جدا في المبرأة خليهم يكونوا العنوان والحالات كلها تندرج تحت العنوان يلا الحالة الاولى والتانية والتالتة هتيجي تلاقينا هتيجي تلاقينا دايما بنتكلم احنا بنبني ازاي احنا عندنا مشكلة في اللينكب ليه لان بناء الهجمة في الاساس من الخط الخلفي فيه مشكلة الاتنين اللي كانوا في الخط الخلفي ما بيبنوش كويس سواء محمود حمد الوينش او ياسر ابراهيم نماشي نجيب السورة اللي بعدها هنجي نتكلم انه انت دايما كان عندك خطوط مفصولة وهو الراجل ما انكرش ده بعد المباراة عنده خطوط مفصولة ليه لانه اعتمد على اربعة تلاتة تلاتة اللي كان عندنا فيها ازمة في وجود الثلاثة في وسط الملعب عمر الثلية حمد يفتحه وامام عشور التلاتة دول ما فهمش حد قدر انه هو يعمل اللينكب او الربط ما بين الخط الخط الوسط وخط الهجوم فبقى عندك مجموع فيه تلاتة في الخط الامامي وفيه تلاتة في خط الوسط ما فيش حد منهم قادر انه هو يعمل ده من دلوقتي لو نسبت هنا من دلوقتي مع الكرة محمد صلاح فانتا محمد صلاح كان بيضطر ينزل كل ده عشان ينزل يعمل اللونج باس اللي احنا ما بناخد هاش كالعادة نجيب اللقطة اللي بعدها تلاقي الكرة دي مسقطة في ظهر العيب رقم ستة راح العمر مرموش اللي قالش اتنى عوش رجله وراح الجنب العرضة ده بيقولك ايه بيقولك انه انت اضطريت انه اهم لاعب عندك في البزء الهجومي اللي مفروضت وصل له الكرة انت مش بس زي وقت كيروش لما كنا بنقول انه مش هيشتغل انه هو راجل فينشر بس لا هيساعد المجموعة وبدأ يعمل ده في وقت الكيروش محمد صلاح اللي كان بيعمله منين؟ من الثلث الاخير للملعب انت هنا بتتكلم محمد صلاح في نص ملعبنا واقف في نص ملعبنا عشان ينزل يستلم كرة الحالة اللي بعديها هتيجي تلاقي مين اللي بيعمل الدور ده لانه حاول يستخدمه كابتن ايهاب جلال في المباراة دي عشان يعمل نفس الدور اللي بيعمله كان بيعمله مع شلو تجير هو عمر برموش عمر برموش كان بينزل في وسط الملعب عشان يعمل الخلخلة ماشي الكادر اهو ماشي كادر ده مقفول شوية هات الصورة اللي بعديها هتلاقي انه عمر نازل تحت في وسط الملعب سابل انسايد علشان خاطر يفتح وينزل يستلم لان انا مش عارف لعبة الخط الخلف ولعبة خط الوسط مش عارفين يتلعب الكورة في خطوط مفصول وخلي بالك في نقطة مهمة جدا نوقف بس الحالات ونتكلم في النقطة دي وورجع للحالات تاني في نقطة مهمة جدا وانا بلعب منتخب غنيا انا ماوقتش انه مرتخب غنيا من منتخبات الصف الاول لكن كواليتي اللاعيبة في وسط الملعب انا بتكلم على إلياس موريبة فالينسيا بتكلم على امادو ديوارا روما بتكلم على نابي كايتا بتتكلم على تلاث لعيبة ليفر بول وروما وفالينسيا والتلاتة بلعبو بتتكلم على كواليتي اللاعيبة في خط الوسط هو الخط الأميز بقيت اللاعبين إما فيه فرق منتصف الجدول في أوروبا وإما فيه دوريات ضعيفة جدا إما فيه دوريات درجة تانية زي الدور الفرنسي الدرجة التانية فأنت بتتكلم لما يكون عند خط وسط بالقوة دي وتنزله بتلاتة لعيبة ما عندهمش القدرة أن هم يهلدوا أو يتراكوا الكرة بعد كده أو يحطوا الكرة تحت رجلهم ويبتروا يشتغلوا ده اللي عمل لك المشكلة والأزمة الكبيرة جدا في بداية المباركة أنا هرجع لك تاني بس عايزة أشرك هوبا معنا في الجزئية دي دايما التلاتة اللي في نص الملعب في أربعة تلاتة تلاتة في منتخم مصر هي الفكرة هي الحكاية المرة دي كان فيه عمر السلية وكان فيه حمد فاتح وكان فيه إمام عشور توسمنا إن إمام عشور يلعب هو فكرة التحولات اللي يعرف يحولك من دفاعيا وهجوميا وبصراحة عمل كام لقطة في الشوت الأول بس الكلام ده ما اكملش في باقي المباراة بشكل كبير إمتى تتحل الأزمة دي؟ إمتى تتحل المشكلة دي؟ فكرة إنه أربعة تلاتة تلاتة خلينا وقائينا أربعة تلاتة واحد أصلا في العالم بتقل جدا يعني بلاي ميكر التقليد ده بيقل جدا فأنت التمانيتين بتوقعك هما اللي مفهودي برقم عشر زي ما بيحصل في العالم كله دلوقتي إمتى لهم مشكلة دي تتحل أو إيه العناصر ممكن تغير الشكل ده؟ طيب هو أولا هو أنا وجمال مش منتفين في حاجة أنا بحبس جدا موضوع الواقعية في المرحلة أولى أنا كنت أقسمتها مرحلة أولى فأنا مع كابتن إيهاب جلال جدا في أنه ما غيرش أي حاجة من وقت كالوس كيروش في الحتة والسؤال بتاعك يا كريم إحنا عندنا مشكلة في رقم تمانية في ثلاثي في خط النص يعني إحنا تعودنا على مدار الخمس سنين اللي فاتوا حتى قبل كالوس كيروش على خطة 4-2-3-1 إن اللعيب رقم عشر هو اللي بيتحكم في رتم الملعب هو اللعيب اللي بيستحوز على الكورة هو اللي بيلاقي حلول لخط الهجوم وبيحركه من أول ما جي كالوس كيروش هو كان بيعتمد على فكرة الكورة المباشرة أكتر الكورة السريعة أكتر حتى اللعيب الوحيد اللي يقدر يعني مع السلاشي في خط النص وإن هو مع الأربعة 3-3 إن هو يستنع الكورة شوية أو إن هو يمسك الكورة ويستحوز عليها هو عمر السلية عمر السلية من أكتر اللعيبة في مصر المرهقة جدا لأنه هو في النادي الأهلي ما عندهوش بديل يعني حتى تفكير إدارة الأهلي في السنة الجاي وموسم الاتقاردة الجاي هو إيجاد بديل لعمر السلية لأنه هو الفرد اللي في منظومة خط نص الأهلي اللي عنده الحتة الزيادة عن أليو ديانج وحمدي فاتحي نفس الكلام بالنسبة لمنتخب مصر فحتى عمر السلية المفروض يقدم الدور ده هو مرهق جدا ده رقم واحد رقم اتنين اللعيبة ما عندهمش التعليمات إن عمر السلية هو اللي يعتمد عليه في بناء الهج إمام عشور مش هيحل القصة دي إمام عشور لعيب مباشر زيه زي مثلا محمد النني زيه زيه لعيبة كتير قوي هم أساسا ستة بس بيحاولوا يوظفون في مركز التمانية آه بس إمام عنده ميزة بصراحة إنه اللعب اللي ممكن ياخد الكرة من المدافعين بظهره ويعرف يلف ويواجه المرمى ويبدأ يحرك بس بدون لمسة إبداعية هو ممكن يسدد ممكن يكمل في كرة يسند وان تو بس هو مش اللعيب الرتمو اللي يتحكم فيه الملعب أفشى بنص مستوى لما بينزل في أي مباراة سواء مباراة الوداد في نهاية أفريقي أو حتى كمان في المباراة اللي فاتت كان بيتقل على كرة شوية وشفنا اللينك اللي حصل ما بينه وما بين إبراهيم عادل على الجامب الشمال إحنا عندنا مشكلة يا كريم في المركز ده طول ما إحنا هنعتمد على أربعة تلاتة تلاتة بتلاتة في خط النص ما حدش فيهم عنده لمسة الإبداعية واللعيبة اللي حواليه بيسقوا إنه هما يدولوا الكرة ويعمل عملية النقل من خط النص لخط الهجوم هيفضل عندنا مشكلة في أربعة تلاتة تلاتة الحل الأمثل ساعتها إنه إحنا نرجع على قديم نلعب أربعة تنين تلاتة واحد ما نحاولش نعيد اختراع العجلة مع نفس العناصر اللي أثبتت إنه كل واحد فيهم ما عندوش القدرة إنه هو يتقل على الكرة وإنه هو يوزع اللعب أنا بوجهة نظري في المرحلة الثانية اللي كلمت عليك معاها إنه إحنا نبتدي نشوف في الحتة دي بالذات عناصر جديدة عناصر تقدر تمسك الكرة ونديها ثقة مع إن شاء الله إنه إحنا نكون ضماننا إنه إحنا نتأهل كاسل جمال هكمل معاك حالاتك وفيما يخص بونا اللعب أو بونا الهجمات في منطقة همصر هيدي دايما الكسورية يعني إحنا کالوس كيروش مدينا منظومة دفاعية محترمة جدا لمنطقة همصر نفيش خلافة إنه كن بنظومة دفاعية مع плюс كيروش كان منزومة رائعة بس كان عندنا دايما مشكلة في التحولات الهجمية كان عندنا مشكلة دي مع البدري وكان عندنا مشكلة مع الكوبير وكان عندنا مشكلة مع أجاري في كانت تحولات الهجمية وكانت الجملة الشهيرة إحنا بنيدي كرة عالية وخلاص لصلاح وهو منصبه نتعامل إزاي في البنانهاية؟ ما هي دي جاية من الفورميشن المستخدم إحنا كلنا متفقين في نقطة ما فيش حد مننا بيختلف عليها إنه إحنا عندنا مشكلة في اللعيب رقم 8 المتطور اللي يقدر يديني الجزئين هو لعيب مركز 8 يعني في أي فورميشن هو لعيب اسم بوكس تو بوكس يعني عنده شققين بيشتغل عليهم بيشتغل من الـ 18 إلى الـ 18 يعني عنده نص دفاعي ونص هجومي فإحنا عندنا دايما اللعيب يبيعمل الجزء الدفاعي يبيعمل الجزء الهجومي بس ودي كانت مشكلة محمد مجدي أفشا مع كارلوس كيروش بيعمل الجزء الهجومي بس مش قادر يعمل الدفاعي طب حمدي فتحي طب محمد النني طب مهاند لشين كلهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا الجزء الدفاعي بس فهي دي الأزمة ما عندكش العيب رقم 8 المتكامل اللي يقدر يديك الجزئيتين المفروض يطلبوا منه إذن انت عندك أزمة في الـ 4-3-3 من الأساس ما عندكش أدوات استخدامها كارلوس كيروش عمل ايه؟ طلع منها أفضل حاجة اللي هي ايه؟ عمل منظومة دفاعية جيدة جدا قدر انه يعمل مجموعات دفاعية للعب سواء على الأطراف أو في عمق الملعب خلاك فريق قوي جدا دفاعي لكن استضم بالحقيقة اللي هي ماقدرش يطورها ومش يجيب العيب لسه النهاردة يعلمه ازاي يشتغل هجوميا ويثقله وعنده 27-28 سنة إذن خليني أقولك على يعني حاجة كده ايه؟ من الكوانيسي فيه ثلاثة العيبة بيراهن عليهم كابتن إهاب جلال خلال الفترة الجاء مش المعسكر ده هم موجودين في المعسكر لكن هو بيراهن على استخدامهم بشكل أكبر من اللي كانوا بيستخدامه في الفترة اللي فاتت عمر جابر واحد من اللعيبة اللي ما كانش موجودة في الصورة مع الكيروش إلا بعد إصابة أكرم وبعدها عمر كمال عبد الواحد وبعدها مام عشور وبعدها يخش بعد كده في الصورة من اللعيبة اللي هيعتمد عليها بشكل أساسي محمد مجدي أفشا وأنا شخصيا نتكلم معاه كلام كتير جداً نقدر نقوله منه أنه هو واحد من العناصر اللي بيراهن عليها وده يوديك للنقطة اللي كان بيقولها هو بأنه إحنا هنروح كده كده لأربعة اتنين ثلاثة واحد هنروح لها هنروح لها ليه؟ لأنه كارلوس كيروش مدرب متمرس وخبير وحاول يعمل ما عرفش الجزء الهجوم مقدرش ومحدش هيقدر يعملها طول ما عندكش الأدوات مش تعمل حاجة بدون أدوات إذن اللعيب الثالث هو أبراهيم عادل ثلاثة لعيبة دول ثلاثة رهانات عند كابتن أهاب جلال أمر جيبر أفشا وأبراهيم عادل الثلاثة دول يعني ربنا يبعد الإصابات عن اللعيبة كلها الثلاثة دول مش يخرجوا من معسكرات منتخب مصر الفترة اللي جاية الراجل هو بيقول أنا محتاج وقت أو بعض الوقت الزيادة من الأندية حتى لو في الانترفيل أو في الفترة ما بين الموسمين أنه هو يعمل معسكر للعيبة خاصة أن العناصر هو بيراهن عليها فيها عناصر قردي موجودة وحاجزة مكان أنا أتكلم على العناصر اللي هتقدر تغير له الشكل خاصة أن الثنائي إبراهيم عادل ومحمد مجدي أفشا وده اللي شفناه بآخر 20 دقيقة ابتريت تمسك كورة ابتريت تقدر أن تعمل جابها ناحية الشمال ابتري أيمن أشرف اللي ما ظهرش لمدة 70 دقيقة ابتري يا تحرر روح عمل كروس و 2 و 3 في 5 دقيقة ابتريت تشغل الجابها الشمال اللي مكانش موجودة برجمة عادل ومحمد مجدي أفشا ده اللي بيراهن عليه إهاب جلال خلال الفترة اللي جاي مين يقدر يعمله الربط مين يقدر يشغله المجموعة دي وتاني أنا قلت إحنا رايحين لله 4-2-3-1 ما قدش هنلعب 4-2-3-1 هو هيحاول أنه يختار طريقة ما مع أنه هيدي جزء مش كل ودي الجزئية اللي عانى منها محمد مجدي أفشا مع كارلوس كيروش إن كارلوس كيروش هم درب صارم جدا عايز الراجل ينزل لعمل كل حاجة هو ما قدرش إنه يعمل ده فهيدي له جزء يعني مثلا من ضمن الطرق الدفاعية إنك بتعمل أوفلايمنج زي تقفل زوايا التمرير مع اللعيب اللي جنبك سواء على الخط أو في وسط الملعب دي يقدر محمد مجدي أفشا يعمل لكن مش يقدر يبقى عنده عظم عظم لسه مكمليين مع حضراتكم مع محمد عبدالرهاب ومحمد جمال بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يعلم بحرقكم مرة أخرى طيب هو بحاجة سألك على هجوم منتخم مصر نحن ده بنتحدث عن أمور الدفاعية وإن نتكلم على خط الوسط هل محتاج تشوف أحمد عاطف في مبارات المنتخب الأسفريبي ولا تحب تكملوا مصطفى محمد أو تأتي السلاسي زيزو مرموش مثلا ومعامل ترزيجي لو لا بص هو آخر همي صراحة مين المهاجم رقم 9 ما بين مصطفى محمد وما بين أحمد عاطف يعني هما الاتنين بيقدموا نفس الأدوار أنا همي الأساسي إن حد منهم هو اللي يلعب مش عمر مرموش لأن اختيار عمر مرموش في التشكيل الأساسي منتخب مصر فالمباراة اللي فاتت ما كانش موفق بنسبة كبيرة في مركز رقم 9 في مركز رقم 9 بالضبط كنت بفضل إن هو يلعب في المكان بتاعه الطبيعي جدا هو يمكن كابتن إيهاب جلال كان بيجرب فكرة نزيز وما يلعبش في الجنب اليمين فكان لقى ليه دور في الجنب الشمال ولعب عمر مرموش أنا مش شايف يعني حاجة تانية ممكن يكون اختيار عمر مرموش في التشكيل الأساسي كرقم 9 بسببها يعني فأنا ما بين مصطفى محمد وأحمد عاطف أنا بفضل مصطفى محمد طبعا مصطفى فاي أحرز هدف في الدقاءة الأخيرة وكان نازل كبديل فمش منطقي إن مهاجم الأساسي بتاع منتخب مصر إن هو يقعد بديل في المباراتين بالمستوى ده في المرحلة التانية أنا بفضل لأنا شوف أحمد عاطف بس ما توقعش قوي إن هو هيضيف جديد عن المصطفى محمد بيقدمه مش فرق أو حاجة اللي اتنين لعيبة كبار جدا بس هي نفس الفكرة بطريقة اللعب أنا اللي ما بفهموش من وقت كيروش واللي شفته في مبارات المبارات الأولى قدام غينيا هي فكرة إن كل مرة مصطفى محمد بينزل فيها بيكون زيزو بيطلع وكل مرة زيزو بيطلع فيها مصطفى محمد هو اللي بينزل أتمنى شوف اللي اتنين مع بعض بس في خطة 4-2-3-1 مش في خطة 4-3-2-3-2-3-2-3-1 في عناصر ممكن تتوقع تتضمن لمنتخب الفترقات اللي جاية إن هو برضو اعتمد على عناصر كثيرة كيتموجودة في القوامل الأساسي لمنتخب مصر الفترقات المضايا هل تتصور أنت عارف الكابتن عاب جلال له اختياراته الخاصة جدا هل ممكن توصل لقراءة في عقل كابتن عاب جلال لنك تقول إن في عناصر زي دي هتخش المنتخب الفتر اللي جاية الحالة والأفيلابلتي وعدد اللعبة في كل بوزيشن أنا بقى مضطر حتى لو عندي لعيب منور جدا زي أحمد عبدالقادر مثلا هو الرجل أثنى عليه لما سألناه أثنى يدى على أحمد عبدالقادر لكن إنت لما تيجي بص على الخط الأمام الدينية زحم بتتكلم على ترزيجي بتتكلم على عمر مرموش إبراهيم عادل مصطفى محمد أحمد عاطف أحمد سيد زيزو ومحمد صلاح سبع لقى وأحمد رفعة تنضم وموجود في قائمة المباراة بعد الإصابات سواء ترزيجي أو النني أو صلاح في اللحظات الأخيرة كمان قبل السفر كان ياسر إبراهيم ومحمد عبدالله فهو عنده مجموعة وردي برى المباراة بسبب الإصابة فممكن لكن العدد زي ما قلت لك في البداية هو هيتتبع مبدأ أو الأمعة هو بدء دلوقتي من القماشة العريضة بالعكس ده هو هيقلل الفترة اللي جاية محتاج فترة التركيز ويبتدي يشتغل بالعناصر دي لو عايز يغير من شكل الفريق أو من التاكتك اللي هيشتغل بيه الفترة اللي جاية لا محتاج يقلل العناصر محتاج يعتمد آه هو بيوسع القماشة زي ما عمل قايمة مبدئية فيها عدد كبير بعدين قلله وهكذا ومحتاج يقول للناس كلهم انتوا في الصورة اللي هيجيد هيكون موجود دي رسالة مهمة للعيبة اللي في الدوري لكن أكتشوال على الأرض هو هيشتغل بمجموعة أقل عشان يبتري يديهم الشغل الفني اللي هو عايز يعمله هو باو احنا بنلعب منتقل مصر بيلعب تصفيات كاسوام الأفريقية والدوري بتاعنا لسه سخن أو بيلسه بيسخن عشان لسه في نص الموسم في ناس الوقت بيتبيعوا وتشتري في العالم خلصوا الموسم بتاعهم ترانسفير ماركت بدأ هناك وعملين يبيعوا وجهزوا أرقامهم ايه أكتر حاجة لفت نظرك في الترانسفير ماركت السنة او الاسم الأبرز انا لفت نظري السنة دي ان الصفقات المجانية كتير جدا والعيبة مش قليلة خالص فده يأكد ان الأندية بقت بتفكر ألف مرة قبل ما تدفع رقم في أي لعيد طبعا باستثناء ناديين تلاتة في العالم كلنا عارفينهم يعني فالغريب ان في صفقات متاحة بشكل مجاني كتير قوي في السوق الانتقالات المراضي وتاني حاجة كمان مستغربها جدا هو حالة الجفاء اللي حصلة ما بين اللعيبة وأنديتها قبل ما عدوهم يخلص يعني اللي باندوفسكي انا مستغرب جدا ان اللي باندوفسكي يطلع يتكلم بالصراحة والوضوح دول ويقول اللي أنا وقتي خلص مع بايا منخ وهو فاضله سنة في عقده ده رقم واحد رقم اتنين سادي ومانيل اللي هو اللي أنا بهزر وكلام ده كله وانه هو لمح اكتر من مرة انه هو ماشي كده كده من لفيربول مع ان عقده لسه فيه سنة فالموقفين دولا برضو استغربتهم جدا يعني أنا المفروض قبل ما انتقل من اي فريق أنا لعاب محترف أنا حققت انجازات كبيرة قوي مع النادي بتاعي سواء اللي باندوفسكي او ماني انه يبقى فيه احترام اكتر النادي بتاعي عشان اقل التفاصيل بتاعي التعاقد يعني مع النادي اللي عايز يشتريني فدي استغربتهم او الموقفين دول دول مع موضوع الصفقات المجانية مين يبقى مكان سادي ومانيل في ليفربول لو مش سادي ومانيل طبعا لوش دياس باخد مكان وبتعلم مين في التشكيلة بشكل عام عثمان ديمبلي ممكن يبقى وراء ممكن لكن ديمبلي اعتقد هو كان فيه خط مفوضات كتر بيشتغل ناحية اليمين اللي موجود فيها محمد صلاح فمزنش انهو قد يكون لعيب مناسب لكن اعتقد ان هم مش افقوا على ده خلال الميركاتو اللي جاي وعندهم خيارات كتير منهم لعب بتاع بانفكا اللي كان ماشي من ألمريا بحاول افتكر الاسم الاسم وايع مني دلوقتي بحاول افتكر الاسم لأ نونيز داروان نونيز داروان نونيز كان ماشي من ألمريا لبانفكا بخمسة وعشرين مليون يورو وفيه كلام كتير جدا في صحافة البرتغالية ان هو يورجين كلوب تتكلم معاه تلفنيا لكن ده على عهدتهم يعني تتكلم معاه تلفنيا اللي ضمه بعد المباراتين الكبار جدا اللي عملهم قدام ليفر بول هو اجمالا في دورة ابتال اوروبا عمل سيزن ممتاز لكن قدام ليفر بول عمل مباراتين كبار جدا زهابا ايابا ضمن الملحوظات المهمة جدا في الترانسفير ماركت السندي انه الناديين الابرز او الانشط حتى الان فيما يختص بالكلام لانه لسان فيش حاجة تمت لكن فيما يختص بالمفاوضات الين والاوت من خارج من داخل هما برشلونة واسي ميلان اسي ميلان طبعا بعد العودة للواجهة مرة تانية والعودة الدوري ابتال اوروبا والتتويج بلاسكودات وانه هما بقى خلاص دخلوا بقى رجعوا تاني بيحاولوا يرجعوا صورة الميلان في فورة حماس كده مدفوعة من الجماهير وملاك النادي انه يبتري يبقى فيه خلاص فيه لمسات اخيرة في ريناتو سانشيز فيه لمسات اخيرة في بوتمان بيتكلموا وليلي كمان وديفور كوريجي خلاص في الطريق يعني انتكلم في 3-4 لعيبة دول قريبين لا هما لسا مكملين في الميركاتو بارشلونة هو الاسم الابرس والاسم الانشط في الميركاتو خاصة بعد الهزة العنيفة اللي مر بها الموسم اللي فات موسم ولا اسوأ رجعوا تاني لفترة التسعينات ولا اهتزاز سواء محليا او اوروبيا حتى لما راحوا اليوروباليج برضو الامور كانت صعبة جدا رغم ان الجمهور كانت ترى يستفشر بوجود تشافيو واللماسية واللعيب اللي هتطلع من تحته والامور هتتبتلي تمشي ازاي لكن لما بتري اكلم بعض اللاعبين بالكواليتي لما بتري اتكلم على ليف ليفاندوفيسكي لما بتري اتكلم على كريستيانسن مش كل اللاعبه طبعا سوبر ولا كلاس اي لكن اسامي كبيرة جدا نتربط اسمهم خلديمارية اسامي كتير جدا نتربط اسمهم ببرشلونة واعتقد ان برشلونة لازم يعني قبل ما اختم به محمد صلاح هيتحس مقامله في الترانسفير الماركت دا ولا هيتستانى الاخر السنة مع ليفربول بالنسبة مليون في المية محمد صلاح الموسم القادم هيبقى في ليفربول يعني نسبة قليلة جدا لو هينتقل بشكل مجاني من ليفربول لبرشلونة زي ما ذكرت يعني تقارير اسبانية ولو انها استبعد جدا محمد صلاح لو مش هيكمل في ليفربول هيكمل في الدوري الانجليزي انا متأكد ان هيطلع شوية اوبشنز لو محمد صلاح وصل لطريق مسدود مع ليفربول فالتجديد بتاع عقده ممكن منشستر سيتي يظهر في الصورة اخينا حطة صغيرة عشان جمال انا شابو من يوفرديني لادارة ميلا والنادي ميلا ان هما قدروا ان هما يرجعوا يحصلوا على الدوري الاول مرة من 11 سنة مع التوازي مع الموضوع ده والانجاز الرياضي هو الانجاز المالي وتخفيض الديون بتاعتهم بشكل كبير جدا واسترداد اسم نادي ميلا لما يجي دون روما يتفاوض معهم على التجديد مع مينو رايولا الله يرحمه لا ميلا عنده سياسة واضحة جدا بيبرزها واحد من اساطير الكرة ايطالية زي باولو مالديني فانا من اكتر الناس المعجبين بادارة ميلا وادارتها رياضيا وماليا لميلا في السنتين اللي فاتوا وتوجها الانجاز ده فانا من اكتر الناس المبسوطة من واحد بيشجع ليفنتوس من صغر طيب هرجع تايني محمد صلاح ان شايف محمد صلاح هيكمل مع ليفربول الموسمي اللي جاي عشان ما تسألت الكلام اللي قاله هوبا انه صلاح نفس هو اللي قال انه مكمل مع ليفربول الموسمي اللي جاي بس انا اعتقد لو تسأل اي لعبة تسأل السؤال ده لازم يقول قبل ما اجابك على السؤال ده هفكرك كنا تكلمنا في النقطة دي سألتني السؤال ده من فترة قلتلي انت لو ما كان محمد صلاح هتعمل ايه قلتلك انا اكمل لحد ما بطل في ليفربول وكلمني حتى على انتقال ورية المدريد وغيره فمحمد هو عنده الحسابات دي طبعا هو عنده كل الحق في انه يفاوض لأقصى وقت انه ياخد الراتب اللي هو يستحقه من وجهة نظره واحد من افضل اللاعبين في العالم لعيب الاسم الابرز والقلمع دلوقتي في العالم كله مع كارين بنزما هم ابرز اسمين كانوا في موجودين في السيزن اللي فات من الحق انه هو يفاوض ليفربول على الرقم ده من اليوم في المية محمد صلاح موجود في ليفربول الموسم القادم مش هينتقل من ليفربول ليفربول هيفضل يحاول معاه شد وجذب اعتقد انه هذا الشد والجذب هينتهوا قبل بداية الموسم عشان هم عايزين يستفيدوا من محمد صلاح الاستفادة القصوى يبقى مركز طوال السيزن اللي جايب على الرغم من محاولات التجديد السيزن اللي فات الا محمد كان مركز جدا تمتع باحترافية كاملة خلال السيزن اللي فات طلع الرجل هده في البريمير ليج اكتر لعيب عامل اساست هدف السيزن فده ما اصرش عليه لكن اعتقد ان اقدرت ليفر بول هتصل لحل مع محمد صلاح في القريب العجل قبل بداية السيزن الجديد متوقع كده متوقع كده وشايف ان صلاح مش هيضحي بالارقام القياسية اللي عملها في الدوري الإنجليزي خصوصا ان هو بيقرب يبقى من اول عشر هدفين في تاريخ الدوري الإنجليزي طبعا الرقم مع الان شرر بعيد قوي حوالي 6-7 سنين في مستوى صلاح العائلي الكرة كيفية غير الكرة جدا بس يعني في نفس الوقت انا لو ما كان محمد صلاح لازم اكمل في الدوري الإنجليزي سواء اكمل مع ليفر بول وليفر بول هو سهل بالنسبة للمحمد صلاح ان هو يبقى مستحوذ على كل ارقامه والتاريخية هرجعلك في حيطة صغيرة بس بخصوص ساديو ماني وسؤالك عن بديل ساديو ماني لو راحل بشكل رسمي عن ليفر بول انا شايف ان فيه اتنين لعيبة ممكن يعوضوا ساديو ماني في المستوى الفني في الجانب الهجومي والجانب الدفاعي اللي كان بيعمل كمان توازن بالنسبة لخطة ليفر بول اللي لضغط العالي الاسم الاول هو بوكايو ساكا من ارسنل انا شايف ان بوكايو ساكا بيقدم هجوميا وبيعتمد عليه الارسنل بشكل كبير جدا فيقدر ان هو يروح ليفر بول خصوصا ليفر بول بينافس اكتر وارسنل مش موجود في الشامبينز ليج للسنة القادمة تاني اسمه هو رافايل لياو واحد من افضل لعيبة الدوري الايطالي السنة ويعتبر سبب مباشر مع ساندرو تونالي في تدويج ميلان السنة بلقب الكالشو فانا شايف ان الاسمين دول اسمين حتى كمان هيبقوا مش غالين اوي كرقم وكراتب كمان ممكن ما يبقاش الراتب الكبير ممكن بكايو ساكا اكتر شوية لكن عشان جاي من الدوري الايطالي اللي هو ممكن يبقى مناسب وبشرفت ونورتك على العادة بشكرا شكرا جزيلا جمال دايما ابن السفيد من النبي بشكرا شكرا جزيلا دي كان نهاية حليتنا النهاردة من رقم عشر كل التوفيق لمنتخبنا الوقت العمام المنتخب الأسيوبي بإذن الله نحافظ ثاني على التويلة شوفكم يا عرب على الفخير